اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وان يحفظ البحرين واهلها من كل سوء وثمنا سموه الاهتمام الابوي الكبير الذي يليه جلالته لأسر الملكية وحرص جلالته على مشاركتهم هذه المناسبة كل عام وتوجيهات جلالته بالعمل على توفير كافة الخدمات والرعاية للأسر بما يضمن للجميع حياة كريمة ومستقرة من جنبه تقدم الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بخالص التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المفدة وإلى سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة عيد الفطر المبارك وبيّن السيد أن جلالة الملك المفدة يوجه دائما إلى الاهتمام بالمواطنين وبشكل خاص بأسر الأيتام والأرامل وتوفير كافة أشكال الرعاية للأرامل والأيتام مؤكدا أن هذه المكرمة السنوية تأتي من قلب أبوي يحرص على مشاركتهم فرحة الأعياد ما يضيف إلى نفوسهم الأثر الطيب وأن جلالته يهتم دائما بتقديم كافة أشكال الرعاية للمواطنين في مختلف الظروف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر